اشتركوا في القناة هذا سؤال مهم جدا 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 هذا شيء كانوا يستخدموه بالقديم عشان ما اعطي نبذي اول اشي عنه اللي هو اول اشي كيفية حساب الشريك والزواج عن طريق الاسم والتوافق طبعا هذا اللي بيطلع ما بين الشريك وما بين يعني ما بينك وبين الزوج او بينك وبين الشريك فهاي طريقة قديمة استخدموها كثير اهم من يستخدمها هو ابو معشر الفلكي طبعا هاي الطريقة خطأ واثبتت فشلها لانه اول اشي لها طريقة كيف يعتمدوها زمان وكيف كانوا يحطوا طريقة الحسابات عليها وليش اثبتت فشلها يعني ماشي ابو معشر الفلكي وفلكي كبير ويلو كتب ويلو مش عارف ايش وانتي جاي بدك هسه صرت بدك تناطح في العلماء الكبار لا يا اخي عاد انا ممكن اغلط وغير ممكن يغلط وممكن نعدل الصواب ولكن كان الخطأ اللي موجود في هذا الكتاب اللي هي احنا منسميها الحسابات السريعة اللي ما الها علاقة بالفلك الها علاقة بعلم الرقم وكان الاجتهاد على هذا العلم بطريقة معينة اول اشي انه كانوا بالقديم ولغاية حتى احنا بدايات القرن العشرين كانوا في اشخاص ما بيسجلوا ابناءهم في نفس تاريخ الميلاد يعني ما كانوا يحفظوا تاريخ الميلاد ولا بيعرفوا تاريخ الميلاد كانوا سجلوهم بعد شهرين بعد ثلاث سنوات وفي ناس كانوا يعملوا له تقدير تقدير السن في زمن ابو معشر الفلكي الزمن القديم كان بس علية القوم او الناس المشهورين او الناس اللي من مرتبات عليا هم اللي كانوا يهتموا بتواريخ الميلاد ويسجلوها أو يحفظوها لأبنائهم اللي كانوا هذولا برضو لما يلجوا لأنه هذولا أصحاب ثروات كانوا يلجوا لواحد زي أبو معشر الفلكي أو سهل الإسرائيلي أو أي واحد من المسميات القديمة كانوا يرجعوا عن طريق حساب الخرطة الفلكية ويحسبوا لهم فلكيا ويتوقعوا لهم فلكيا ولكن لعموم الناس كانوا يشتغلوا على الإسم أو على حساب الإسم وإسم الأم ويطلعوهم ويقولهم هذا برجك أو هذا اللي بتأثر عليكم بالفترة اللي أنتوا عايشين فيها طبعا هاي كانت هي طريقة حسابية بسيطة هي بتعطي معدل 30% يعني ما بين 20% إلى 30% من التوقعات على الشخص لأنه تأثيرات الإسم تعطي من 20% إلى 30% على الشخص فعشان يكي كانوا يعتمدوا هاي الطريقة اللي هي طريقة الأسماء لحساب الشريك فييجي مثلا يقول لك اسمك أنت بتكتبه وبتحوله لأرقام بعدين بتجمعه واسم الزوجة أو الزوج بتجمعه وبرضه بتحوله لأرقام بعدين بتضيف رقم سبعة بعدين بتصير تسقط اللي هي عملية الإسقاط تسعات يعني بتنزل من مجموع الرقم تسعة 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 ليصل معك رقم من واحد لتسعة فآخر إشي بعد عملية الإسقاط المتكررة اللي بظلك تنزل من الرقم تسعة 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 لتصل آخر إشي لرقم زي ما حكينا من واحد لتسعة بعدين بيجي بقول لك إذا كان الشريك أو كان الرقم الناتج عندك واحد بعد ما تجمع الاسمين مع بعض ويطلع عندك رقم من واحد لتسعة بطلع إذا رقم واحد مثلا الشريك بيكون رديء ودنيء ولا خير فيه أو لا خير منه الاثنين بيكون الشريك بيكون طيب القلب ومحبوب ولطيف المعشر ثلاثة بيكون دنيء وآخره رديء ولا خير فيه أربعة الشريك حنون وآخره دنيء خمسة الشريك عائلي ومحبوب ستة شريك طيب القلب وآخر أيام وهم وغم سبعة بيكون الشريك جنسي وبيسعده زوجته أو بتسعده زوجته ثمانية الشريك كله نكبات وأمراض تسعة رحيل ونزاع وفراق مع الشريك فأنت بتيجي بتحسب إذا طلع لك رقم من هالأرقام هاي من واحد لتسعة زي ما عدناهم إحنا معناته بده يعتمد هو على الوضع هذا وبده يحسب الآن هذا الموضوع أثبت فشلوا من زمان وكثير من الناس ما جاوبت مع هذا الحساب لأنه وجدت أنه غلط في بعض الأشخاص حديثا رجعوا أحيو هاي لأنه ما فيش مواضيع وهم شاطرين بالكوبي بيست وفاهمين أو حافظين مش فاهمين فبيجوا شو بيسوهم بيصوروا لك هيها الصفحة من الكتاب والطريقة المثلة للحساب التوافق ما بينك وبين الشريك هاي شو سوت سوت مشاكل بين الأزواج يعني أنت لما تيجي إعلاقتك جيدة فلكيا وطبيعيا موجودة إعلاقة جيدة ما بينك وبين الزوج ويجي شخص يقول لك لا هذا في يعني رح يقلب عليك في يوم من الأيام وعلاقتك رح تصير رديئة ورح يطلقك ويتخلى عنك ويروح يتجوز عليك تلقائيا شو بدي يصير عندك حالة نفسية بدك تصير تترقب وبدك تصير خايف وبدك تصير الشك وبدك تصير يعني بيصير فيها بعلم الاجتماع اللي هو فرض السيطرة احنا منسميها اللي هي بتيجي من باب اللي هم أصحاب علم الاجتماع بعرفوا بدخل علم الاجتماع اللي هو التخلف الاجتماعي اللي أسبابه اللي هي النزاعات العائلية واللي بتسبب الانفصال العائلي وبصير كل واحد يفكر أنه بمركز سلطة بسبب بعض المقولات اللي بتيجي من هذا الطرف طبعا انتشر هذا الموضوع وأدخل الرعب بشكل كبير بقلوب الناس لأنه أول إشي ما فهموا الطريقة ما فهموا شو الغاي منها هو كشفها لأنه حتى لو غلط يعني بالعلوم حتى لو كانت النتيجة صح أو غلط لازم تكشفها أنت عشان الناس يا إما بتطور عليها يا إما أنها هي بتستبعدها يا بتدير بالها منها فأجوا أخذوا هاي طريقة الحساب واعتمدوها الجديد وهذول اللي بقول لك بعلم الطاقة وعلم التخاطر وعلم دراسة تحليل شخصية العقل الباطن الضامر في مكنون تكوين الجسم الإنساني فطلعوا بهاي النتائج القديمة اللي حدثوها وهم وعملوا مشاكل كثيرة وشوهوا صورة أول إشي أبو معشر الفلكي وشوهوا صورة الفلك وشوهوا صورة الأزواج بعين زوجاتهم عشان هيك الطريقة هاي بقول لك طريقة فاشلة وما لازم حدا ينتبهلها أو يوخذ فيها أو يعتمدها في طريقة حسابه حتى لو كانت نسبتها ممكن عشرين في المية ولكن الخارطة الفلكية ومقارنة الكواكب مع بعض هي الطريقة الصحيحة اللي بتعطي التوافق الصحيح وشرحنا عنها في السابق في حلقات يبل هيك وموجود العنوان توافق بين الأزواج كيف بتنحسب أنه القمر والقمر والزهرة والقمر وبعدين المريخ وهاي قديش نسبتها وهاي قديش نسبتها وقدش بتعطيك نسبة التوافق الآن في علم ثاني إذا أنتوا حابين أنكوا تبحروا فيه طريقة حسابية اسمها الغالب والمغلوب هاي طريقة قوية جدا وبتعطي نتائج قوية جدا اللي هي من خلالها أنت بتحسب نفس الإشي اسمك وبتحط أنت قديش ناتج الرقم تبعه بعد الإسقاط منه وبرضو ناتج اسم الشريك وبتطلع الإسقاط منه وبتقارن الرقمين مين الغالب يعني مين المسيطر مين اللي إله الشخصية مين اللي إله الحكم مين اللي إله الكلمة مين اللي بتعلق في مين مين اللي إذا طلب من فلان هي اللي بتمشي معا الكلمة وإذا ما طلب يعني العكس اللي هي مين بغلب مين بمعنى آخر هاي طريقة موجودة وقديمة وحسابتها بنفس نفس الطريقة ولكن إلها مقارنة بحساب العدد مين قديش قوة العدد مع قوة العدد الثاني فبطلع مين اللي أقوى مين اللي أعداده أقوى من الأعداد الثاني وعلى أساسها بيصير عملية التوافق إنك أنت بتتوافق ولا ما بتتوافق بتنحكم ولا بتحكم ولا طريقتكم معتدلة ولا هاي الأمور هاي اللي حاب يطلع عليها بيقدر يطلع عليها إذا ما وجدتوها أو ما فهمتوها اكتبوا لي فأنا رح أعمل لكم حلقة أشرح لكم إياها وأشرح لكم طريقة حسابها وأضعي لكم جد والمبسط لطريقة اللي هي المقارنة السريعة ما بين الغالب والمغلوب خلينا نروع على توقعاتنا عشان ما نطول أكثر من هيك طبعا اليوم توقعاتنا لأيوم الخميس 16-7 القمر ما زال موجود في الثور ورح ينتقل للجوزاء في ساعات الصباح رح يتواجد أغلب اليوم في منزلة الهاقعة هي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأسحار أو الأعمال أو الأشياء اللي فيها ضرر من الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد طبعا فيه ثلاث زوايا رح نعيدها لأنه هاي الزوايا بتيجي ما بعد حلقة اليوم يعني من لحظة بث الحلقة هاي فلازم أني أنا أذكرها أعيدها كمان مرة يعني ذكرناها بالأمس وبنا نعيدها اليوم اللي هي أول زاوية تسديس إيجابية بين القمر والشمس رح تكون فيه تمام الساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونتنقل مساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا عما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون فيه تمام الساعة خمسة ودقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة عما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبلوتو رح تكون فيه تمام الساعة 7 و11 دقيقة مساءا بثور أعمال العنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين هناك احتمال لوقوع حوادث كحرائق وظواهر طبيعية كالزلازل والبراكين أو التعري أما بالنسبة لآخر زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون فيه تمام الساعة 3 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسئولية طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير خلو المسار يعني من تمام الساعة 3 و21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ببدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و19 دقيقة صباحا يعني الوقت مش طويل نقدر تقريب الساعتين هذا خلو المسار فعشان هيك في هاي الفترة خصوصا للأشخاص اللي بتكون عندهم فترة نهار أو بكون فترة عمل فيها فهاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 5 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج القمر بصير موجود بالجوزاء ولما يدخل على الجوزاء في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورات دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي وبما أن القمر موجود في الجوزاء رح يكون خلاص يستقر معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 17 سبعة رح يكون في تمام الساعة 9 و14 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي يعني ليوم 18 سبعة رح يستمر لغاية الساعة 22 و23 دقيقة عصرا لا ينتقل بعديها القمر للسرطان يعني مدة خلو المسار طويلة بمعنى آخر بالنسبة لعمر القمر القمر انحصار الهلال 25 يوم في تمام الساعة 11 و39 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد منتصف الليل نصبح بصير القمر عمره 26 يوم نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة المزاج منتحس القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء طبعا بالبرج القبل السرطان اللي هو الكوكب فعشان هيك المزاج بصير ممتزج بعدين بصير منتحس في الأيام القادمة عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج صار سعيد ابتداء من اليوم الزورة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة المزاج بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوتب يتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر راح ينتقل من البيت الثاني للبيت الثالث لا اليك معناته الاجواء راح يكون على المستوى النفسي احسن ومشحون بطاقة وكل ما اقتربنا لساعة الصباح يعني بصير الوضع احسن بصير ثقة بالنفس اكثر وقدرة على الانجازات اكثر واليوم عندك نشاط عالي جدا بيكون على المستوى النفسي والشخصي اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية اللي كانت جيدة او الدعم المالي اللي كنت تحصل او تشعر ببعض التحسن في او الاهتمامات المالية بتضل معك لغاية ساعات الصباح يعني بيحمل لك فرص مالية لغاية ساعات الصباح وممكن تكون بعض الامور مفاجعة على المستوى المالي او على مستوى مزانيتك ممكن تعالج استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الاموال ولكن من ساعات الصباح بتنشطوا في الدراسة والامور الليها علاقة بالتنقلات والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار اهمش انك تكون عنصر ايجابي وما تسبب النفور للاشخاص اللي حواليك اتفهم الاخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولة السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم اما بالنسبة للبيت الرابع فما زال الشمس موجود في البيت الرابع رغم انه عطارد الان يعني اصبح ايجابي وبحركة امامية الا انه برضو بسبب الشمس تواجدها نوع من انواع المشاكل المؤو يعني بصير في عندك مزيج او خلط ما بين ايجابي وسلبي على مستوى امور الها علاقة بالعقارات او بالبيت او بالبناء او بالتعديلات بالتصليحات بالاجتهادات المنزلية يعني كل الامور هاي بصير لها نوع من انواع الاهتمامات خلال الفترة هاي اهم اشي انك انت ما تسبب النفور وما تعصب وما تحتد اثناء نقاشاتك وحواراتك مع احد افراد العائلة ممكن تحمل لك بعض الايجابيات كتسويق او شراء بيت او ترحيل من بيت لبيت او اهتمام بشراء مستلزمات او اثاث او اشياء ايجابية للبيت طبعا الزاوية الايجابية من عطارد بتدعمك بشكل قوي على قدرة على التواصل وفرض السيطرة والسلطة على افراد العائلة ولكن اهم اشي ما تتحكم فيهم وما تكون عصبي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا بتصير من ساعات الصباح ايجابية وبتدعمك بقوة بتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الاحبة وخاصة ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت السادس الاجواء طبعا كل ما اقتربنا لساعات الصباح بزيد الضغط عليك على مستوى العمل فممكن يكون عندك اعمال كثيرة او انشغالات كثيرة وممكن تظهر بعض المسائل الصحية خلال هذا اليوم او التقلبات الصحية اللي يكون لك فيها بعض الاهتمام حاول تركز بشكل جيد لانجاز اعمالك وبرضو تراقب صحتك بشكل جيد وما في داعي للخلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء ما زالت فيها نوع من انواع الروتين اثناء تعاملك مع زملائك ما فيه الايجابية او السلبي خلال هذا اليوم يعني على حسب طبيعة الازواج بتعاملوا مع بعض وعلى حسب شركاء المال بتعاملوا مع بعض اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى الاموال المشتركة بتعملك نوع من انواع الدعم خلال هذا اليوم لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن يتراكم او تظهر بعض المسائل المادية او الامور اللي بتطلب منك اجتهاد لترتيب وضع مالي او حسابات او اعادة حسابات او جدولة حسابات او مناقشة مطالبات مالية بتخصك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم بشكل جيد وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين اشخاص اما خارج البلاد او في مؤسسات تعليمية او ممكن في دورة معينة او انجاز مهام اتصالات ومراسلات يعني بكون عندك اهتمام حتى اطلاع على ثقافات او مسائل علمية او فلسفية او دينية او سياسية بتكون جيدة اما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط بسبب الزاوية اللي مشكلة ما بين الشمس والكواكب اللي موجودة بالجدي فهاي بتسبب لك شوي نوع من انواع يحب فرض السيطرة او التسلط او العصبية او الحدية في بعض الاوقات هاي بتسبب مشاكل على مستوى العمل وحدية بالطباع بتراكم بعض الاعمال ممكن يصير عندك نوع من انواع التقصير في دوامك ممكن تتأخر عن الدوام مثلا او يعني يكون في نوع من انواع المشاحنة بينك وبين اشخاص بيشتغلوا معك في مكان العمل اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة وبتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك وبين الاصدقاء فممكن اليوم يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسبة او لقاء يعني الاجواء اجمالا فيها نوع من النوع الايجابي القوي اما بالنسبة لبيت المتاعب فنبتم بما انه بتقلب فعشان هيك بدك تنتبه الى عملك ومكان عملك تحديدا وبرضو بدك تنتبه على مستوى الوضع الصحي راقب صحتك بشكل جيد وحاول تاخذ قصد كافي من الراحة على اساس انه انت ما ترهق حالك الزيادة ممكن اليوم هذا يحمل بعض المفاجآت اللي لها علاقة بالوضع الصحي الىك او لا احد الاحبه برج الثور طبعا بما انه القمر راح يكون متواجد عندكم لغاية ساعات الصباح فثقاتكم بانفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط اهم اش انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الصباح يعني بيصير عندك الجو بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة او للقيام بزيارة اهمش انك تتشجع ممكن تعالج مسائل ادارية وتمولية تطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو متقلب اليوم بين ايجابي وبين سلبي يعني بعطيك ايجابية بسرعة الاقناع وقدرة على الاقناع والتواصل والنشاط والترويج والامور هاي حتى تعاملك مع اخ او جار وبرضه بتعطيك نوع من انواع سلبي الحدية بالطباع والعصبي والتقلب المزاج والتسرع في بعض الاحيان فعشان هيك تنتبه اثناء القيادة وبدك تركز بشكل جيد اثناء الحركة ودير بالك على جهازك العصبي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت فاليوم من ساعات الصباح يعني بتهدأ الامور بشكل جيد على مستوى البيت وبصير فيه تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة هاي بتحمل اشياء ايجابية او بتدعم مركزك العائلي ممكن تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين احد افراد العائلة وممكن تهتم ببعض المشتريات او ببعض الامور اللي الها علاقة بالبيت او الها علاقة بامور العقارة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي فيها اليوم ضغط فهذا بسبب لك نوع من انواع الحدية او الخلافات او التقلب بالمزاج اثناء تعاملك مع الحبيب يعني بمعنى اخر ممكن تحتد او تعصب او تستاء او يصير عندك حساسية وردة فعل من اثناء تصرفك مع الاحبة وخصوصا مع الحبيب او مع احد الابناء او مع احد الوالدين بدك تنتبه لنقاط ما في داعي للخلافات حاول انك انت تمشيها بشكل روتيني وممكن يحملك اليوم قلق برضو على احد اللي احنا ذكرناهم اما بالنسبة للبيت السادس من ساعات الصباح الاجواء بتصير جيد وبتدعمك على مستوى العمل فبتنتهي بعض المشاكل او الحدية بالطباع ممكن تحل بعض المسائل العملية اللي بتكون عالقة او تجتهد في مسألة الها علاقة بالعمل خلال هذا اليوم في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالوضع الصحي اما مراجعات طبية او فحصات او شعور ببعض التعب ويلتزم الفراش اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا بتحمل نوع من انواع الايجابية على مستوى التعامل مع الشريك خلال هذا اليوم فممكن اليوم يصير فيه تقارب او حل مسألة معينة او حل مشكلة او ممكن هيك انجاز اعمال مشتركة ما بينك وبين شريك المال او بينك وبين شريك العاطفة ولكن اهم شيء تدير بالك انت عصبي وبرضو حساس الزيادة عن اللزوم بالفترة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة اليوم من ساعات الصباح بتنشط في بعض المسائل المالية لالها علاقة اما بمعاملات او اجراءات او اشياء لها علاقة بالاموال المشتركة او بامور لها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنوك او الضريبة او التأمين او بعض المؤسسات الحكومية اللي ممكن تمشي فيها بعض الاوراق اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء ما زال فيها نوع من انواع الضغط والعصبية فممكن اذا عندك امتحان او تنقلات اليوم ما تركز بشكل جيد ممكن تتسرع بالاجابة او ما تكون مستوعب اساسا ايش السؤال عشان هيك بتحط اجابات ممكن افتراضية او تخمينية هاي رح تنحسب عليك بشكل سلبي لازم تركز بكل الامور بشكل جيد ممكن يصير يجيك خبر من خارج البلاد مزعج او يصير نقاش بينك وبين شخص خارج البلاد تحتد او تعصب او امور الها علاقة بالاستيراد والتصدير او استيراد مواد مثلا او شراء اشياء من خارج البلاد بتكون متعطلة او بصير عليها تأخير برضو على مستوى الاوراق القانونية ممكن يكون في بلبلة خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيتر عاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي للدفاع عن سمعتك وللتواصل مع المجتمع او مع محيطك بتساعدك لا الاستشارة او للاعمال المشتركة يعني تتعاون انت واشخاص لانجاز بعض الامور في منك رح ينشط بعلاقة جديدة او يستغل علاقة جديدة كواسطة لدعمه في مسألة معينة وفي منك رح يحقق انجازات على مستوى مكان العمل ويفرض سمعته او سلطته او رأيه على اشخاص اما بيعملوا معاه او المسؤولين وممكن يتوجه لك نوع من انواع المديح او الاطراء او الثناء على بعض الانجازات اما بالنسبة لبيتر عاشر فالاجواء فيها نوع من انواع التخوف اليوم ممكن يعني تحس انه بعض الاشخاص بتتآمر عليك بعض الاصدقاء بتستغيبك بتنم عليك ايش يعني هيك يزعجك في اجتماع صار مثلا انت متوسوس او متخوف منه او قلقان منه او مشغل فكرك حاول انك انت ما تخلي الافكار هاي تسيطر عليك بشكل كبير اليوم جيد انك انت تعمل بعض المناسبات الاجتماعية او اللقاءات او الزيارات ولكن بدون حساسية اما بالنسبة لبيت 12 فطبعا بيتك 12 المريخ فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد على اعملك حاول تنجز اعمالك وما تتأخر فيها وبرضه في نفس اللحظة بدك تهتم على وضع الصحي اللي بتعلق فيك او بتعلق في احد الاحبة برج الجوزاء طبعا بما انه القمر موجود في بيت المتاعب فمعناته بتظل الامور ضاغطة عليك لغاية ساعات الصباح فعشان هيك تطلب منك الفترة هاي عدم المبالغة من الان لغاية الصباح عدم المبالغة في جهدك الجسماني وانجز ما بوسعك من عمل متراكم دون اهمال صحتك في ساعات الصباح بتصبح اكثر ثقة بالنفس وبيدعمك ثقة بالنفس بشكل كبير وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي يعني بتجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية بدعوك الجولة بذل جهد من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم بالنسبة للك خذ المبادرة وكون شجاع اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء اليوم بتبلش تتحسن بشكل جيد على المستوى المالي ممكن تحقق بعض الانجازات المالية او تحل بعض المسائل او تنشط بفكرك في بعض الحلول لحل بعض المسائل المالية المعقدي خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل بتزيد عندك الرغبة بصرف الفلوس او بالمصاريف او بتبذير الفلوس او ممكن تتسرع بامر مالي يعني زي قرار اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء مع ساعات يعني الصباح بتصير قوية وبتدعمك بصير عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية بتقدر تتواصل وتنشط اليوم بشكل حيوي جدا تثبت جدارتك امام الناس اللي انت بتحاورهم برضو ممكن اليوم ما تهدأ من كثر الانشغالات اما بالنسبة للبيت الرابع ممكن تظهر بعض الخلافات او الحدية بالطباع او الانزعاج او الحساسية اثناء تعاملك مع احد افراد العائلة وخصوصا من ساعات الصباح فعشان هيك بدك يدير بالك ما تكبر المشاكل وما تخلي الامور تحتد وتعصب وما تخلي المشاكل تاخد منحنة يكون صعب يسبب مشاكل او نفور ما بينك وبين افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء تقريبا بتصير جيدة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الاحبة وخصوصا مع وصولنا لساعات الصباح فبتدعمك بشكل قوي وبتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن يتفاهم ما بينك وبين احد الاحبة زي الابناء او الوالدين اهم اشي انك ما تخلي الحساسية او التحسس النفسي يأثر على طباعك او على علاقاتك اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف ان الاجواء مع ساعات الصباح تقريبا بيبلش فيه نوع من انواع الضغط على المستوى العملي وعلى مستوى الصحي فبدك تنتبه لأعمالك حاول تنجزها بوقتها ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل في خلال هذا اليوم وبرضو بدك تنتبه لوضعك الصحي بشكل جيد اما على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فاليوم فيه حدية بالطباع وعصبية وتقلب بالمزاج وهي بتسوي نوع من انواع النفور او التحسس او الخلافات او النقاشات الحادة وخصوصا ما بين الازوج اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور معقدة على مستوى او اوراق او معاملات او اشياء لها علاقة بالاموال المشتركة او البنوك او الضريبة او التعمين او المؤسسات الحكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة بتدعم من علاقتك وبتقارب ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل العملية او العلمية ممكن تنجز اشياء ايجابية على مستوى مؤسسات بتشتغل في هذا المجال او تطلع اليوم على موضوع او مشروع او فكرة الها علاقة بثقافي او بعلم او بمجال مثلا من المجالات زي السياسي والدين والفلسفي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة وبتدعم من علاقتك على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل وبرضو بتعمل نوع من انواع الاستفادة من العمال المشتركة ان عملت باطار عمل مشترك ما بينك وبين اشخاص لانجاز بعض المهام اما بالنسبة لبيت الاصدقاء يعني اليوم ممكن تنشط ببعض المسائل اللي الها علاقة بالتنقلات والحوارات والاتصالات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ولكن ما تستاء او تتحسس من تصرف بعض الاصدقاء او بعض الكلمات اللي ممكن تكون جارحة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة حاول انك تنجز اعمالك بوقتها حاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو حاول انك تهتم بصحتك لانه اليوم بيحمل نوع من انواع المفاجآت على مستوى صحتك او صحة احد الاحبة برج السرطان طبعا معروف انه الشمس ما زالت موجودة يعني في البيت الاول عندكم بتحد الزوايا السلبية فعشان هيك بتتقلبوا على المستوى الشخصي خلال هذا اليوم وبرضو بيضغط عليكم بشكل عصبي شوي صحيح انه في بعض الايجابيات اللي صارت رح تنشطوا في بعض الحركة من عطارد اللي صار بحركة ايجابية اللي بيساعدكم في انجاز كثير من الامور وبرضو بيعمل عندكم سرعة بديهة وقدرة على انجاز اشياء كانت صعبة في الايام الماضية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتدعمكم بشكل جيد على مستوى الامور اللي الها علاقة بامور المال فعشان هيك ممكن تهتموا ببعض المسائل المالية او العقارية او امور مستردات مالية او هبات او اشياء العلاقة بتنظيم الميزانية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء شوي بتعمل نوع من انواع الحدية والعصبية بتكثر بالنشاطات والاتصالات خلال اليوم من كثر الاتصالات والنشاطات ممكن تشعر ببعض التعب او الارهاق او تتوتر من بعض المسائل شوي الفكر عندك بكون يعني مش مستقر يعني في عصبية وافكار كثيرة والشغلات بتسوي هيك نوع من انواع النرفز عندك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت اليوم ايجابي يعني بتدعمك بقوة بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة في شكل يعني من الايجابية بتغى على الموقف ممكن تتعزز بعض النقاط القوية او تهتم ببعض المسائل العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي لامور ضاغطة فهاي بتشكل نوع من انواع السلبية او الحدية او التحسس من تصرف احد الاحبة فممكن اليوم تتوتر او تعصب من مسألة او تستاء من تصرفهم وخصوصا الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم متقلب على اكثر من مرحلة لحظات بيكون الوضع جيد لحظات بتصير الامور ضاغطة على مستوى العمل او على مستوى الصحة بعدين بترجع بتصير جيدة بعدين بترجع بتضغط مرة ثانية يعني بمعنى اخر اليوم متقلب على مستوى العمل على مستوى الصحة ممكن تنشط باكثر من مجال او باكثر من لقاء او باكثر من فكر على مستوى العمل وبرضو التقلبات الصحية واضحة اهم اشي انه ما يصير فيه عصبية او استياء من احد المعاونين او الاحد الاشخاص اللي بيشتغلوا معك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى الشراكة تقريبا فيها نوع من انواع الضغط ممكن ينفتح ملف او موضوع شوي يسوي نوع من انواع العصبية اذا تجوزت المرحلة هاي فالاجواء بتكون جيدة اهم اشي ما تحاول فرض السلطة او التحكم خصوصا اللي بيصير ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا النشاط عالي جدا على مستوى امور الها علاقة بالمعاملات او الها علاقة بالامور المالية او الحسابات او المطالبات المالية او نشاط على مستوى المؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين فممكن اليوم تنشط باكثر من مجال مع بعض وخصوصا على امور الها علاقة بالعقود او المفاوضات اما بالنسبة يعني ممكن تسبب نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو الخوف من مسألة معينة بتتعلق إلها علاقة بالسفر أو بامتحانات أو مقابلات أو دورات أو دراسة أو حتى التنقلات شوي بدك تركز بهاي الأمور بشكل جيد ما تخليها تسيطر عليك وبرضه ما تهاب من المواجهات ركز بشكل جيد وناقش برضه بشكل جيد بدون عصبية أو حدية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى بيت السمعة يعني بدفعك لنوع من أنواع المغامرات أو الجراءة في بعض المسائل فممكن تنجز بعض المعاملات أو تتجارع على بعض الأشياء ولكن الأهم أنك أنت تحافظ على سمعتك وبرضه على طريق التعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل ما تتأخر عن دوامك وركز بشكل جيد عشان ما يصير فيه نوع من أنواع الإهمال أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وفي ساعات الصباح القمر بصير موجود في بيت المتاعب عشان هيك ما نقولكم أنه اليوم ما تبالغوا بجهدكم الجسماني وإنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك الأفكار شوي بتكون مشوشة والظروف بتكون ضاغطة ومخيبة للأمل برج الأسد طبعا بالنسبة للبيت الأول من ساعات الصباح بتحسوا أن الجو صار لصالحكم بدعمكم بشكل قوي بتحس نفسيتك تغيرت بتحس أنه في أشياء إيجابية بتصير معاك خلال اليوم ممكن تكون يعني شوي بتطمئن لبعض المسائل أو بترتاح لبعض المسائل أو بصير عندك نشاط لحل بعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا من ساعات الصباح بتتراكم عندك بعض المسائل المالية أو ضغط مالي أو بتظهر بشكل مفاجئ أمور إلها علاقة بفواتير أو حسابات أو جدول إلى بعض الأمور أو مصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة ومسالة ما زال فيها نوع من أنواع العصبية على مستوى الحوارات والنقاشات فممكن تحتد أو تعصب أو ممكن أنه شوي تتسرع ببعض المسائل أو بإصدار بعض القرارات بدك تنتبه من هذه النقاط لا تحاول تفرس سلطتك أو سيطرتك وبرضو ما تحاول أنك تعصب وتحتد إذا بدك تناقش ناقش بهدوء وما تشعب حالك في أكثر من موضوع مع بعض برضو انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء حركتك خوفا من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء من ساعات الصباح بتصير إيجابية بالدعم من علاقاتك العائلية أو تواصلك مع أفراد العائلة ممكن تنجز بعض الأعمال البيتية أو يكون في بعض الاهتمامات لمسائل إلها علاقة بمشترايات إلها علاقة بالبيت زي أثاث أو مكملات أو رفاهيات أو أشياء إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات يعني في نشاط منزلي وفي أمور عائلية جيدة خلال هذا اليوم ممكن تنشط بأكثر من علاقة وأكثر من نشاط على المستوى العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس عاطفيا يعني الأجواء نقدر نحكي إنها هي شبيهة لروتينية ولكن إن ظهرت بعض التحسسات يعني تتحسس من موقف أو ردة فعل سلبية ممكن تحدث لك بعض المشاكل أو تقلبات في المزاج خلال هذا اليوم حاول إنك تحتاط من هاي المسائل وما تخلي الأمور العاطفية تسيطر عليك وخصوصا أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع الأبناء أو مع الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل أو على مستوى الصحة فممكن تظهر بعض المسائل على مستوى العمل تضغطك أو تربكك خلال هذا اليوم تطلب منك جهد زيادة أو دفاعا بحق من حقوقك أو تحاول إنك تثبت جدارتك في مسألة لا تحمل أكثر من عمل في نفس المرحلة يرتب أمورك بشكل جيد أما بالنسبة للوضع الصحي بدك تكون حذر من التقلبات الصحية خلال هذا اليوم إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول إنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى العلاقة بأمور الشراكة المالية والعاطفية أو العلاقة ما بين الأزواج الأجواء يعني تقريبا روتينية بتمين للإيجابية في بعض المراحل يعني ممكن من ساعات الصباح تحس إنه فيه نوع من أنواع التوافق أو التقارب الفكري ما بينك وبين الشركاء أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو المسائل لمعاملات أو أوراق أو أشياء لها علاقة بالمؤسسات المالية زي ضريبة تأمين أو بعض الفواتير أو الحسابات اللي بتحاول الجدولها أو مطالبات مالية أو البحث عن دعم أو تحسين لوضعك المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الاندفاع فعشان هيك بتدفعك للتهور في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالنقاشات سياسية دينية فلسفية أو ممكن تتهور ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعليم يعني تندفع في مسألة زي أمور امتحان أو نقاش أو أمور مثلا حوار معين الأهم إنك تركز بشكل جيد اليوم حاول إنك تدرس أكثر من مرة حاول إنك تتعب على حالك شوي عشان الأمور تكون إيجابية ممكن تتلقى اتصال من خارج البلاد شوي يعني يسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا البيت العاشر أورانوس اللي بيحدث المفاجآت والقمر اللي بظل موجود فيه لغاية ساعة الصباح فعشان هيك بتكون الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أو للأشخاص اللي بيعملوا معاكم زي مثلا زملاء بالعمل أو رؤساكم بالعمل من ساعات الصباح طبعا بيظهر إشي جديد كمان اللي هي الأمور العلاقات الاجتماعية فبتسعدوا في لقاء الأصدقاء وتعاونهم معاكم وممكن يفاجأك أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوط كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو ضاغط على أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة برضو بالصحة فعشان هيك بنجد أنه السادس واثناش اثنين هدولة اللي إلهم علاقة بالعمل والصحة بيضغطوا فعشان هيك ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال أو تنضغط في إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أهم شيء أنه اعمل لو ساعات إضافية وما تخلي العمل يتراكم لليوم الثاني وبالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي لأنه ممكن مشاكل على مستوى الوضع الصحي هي اللي تخليك تتكاسل في إنجاز أو ما تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة خلال هذا اليوم وممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة اللي بتكون بحاجة للاهتمام أو للرعاية أو للزيارة برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول من ساعات الصباح بيبلش فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر أو العصبية خلال هذا اليوم والاندفاع في بعض المسائل وبرضو ممكن انتقاد أو شك في مسائل معينة شوي الفكر عندك بيكون متقلب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو فيها نوع من أنواع التوتر على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية المفاجئة خلال هذا اليوم اللي تربكك أو تخليك تجازف في بعض الأمور وتسبب لك نوع من أنواع الإحراج أو المصاريف لزيادة أو القلق من وضع مالي أو أفكار مالية شوي تكون مربكة بالنسبة لك أهم مش إنك تدير بالك من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث من ساعات الصباح الجو بيصير فيه نوع من أنواع الضغط والتوتر فعشان هيك بيصير عندك حدية بالطباع عصبية الاستيعاب أو قدرتك على الحفظ أو فهم المسائل بيكون أبطأ شوي أو أضعف شوي فعشان هيك بتحتد وبتعصب بسهولة أو بتكرر المسائل أكثر من مرة مما بيسبب لإزعاج الطرف الآخر لا ترجع تفتح ملفات أو مواضيع قديمة حاول أنك تناقشها اليوم لأنه هاي بتسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل أو الخصام ما بينك وبين الشخص المقابلك برضو ما توجه انتقاد لاذع للأشخاص اللي حواليك ممكن تنشط ببعض الأمور أو الحركة أو الاتصالات اليوم ولكن بدك تنتبه من الإصابات أو من الانفعالات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة وتدعمك بقوة فبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن يكون فيه اهتمام ببعض المسائل البيتية أو أمور إلها علاقة بالعقارات أو أشياء إلها علاقة بأفراد العائلة زي لقاء تقابل حل مسألة معينة نقاش في مسألة معينة أو زيارات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي إلى أجواء تقريبا اليوم تضغط بشكل عصبي فعشان هيك بتحتد وبتعصب وبتنفعل فرض السلطة في الفترة هاي أو أنك تفرض رأيك بالفترة هاي ممكن يعمل خلاف بالفترة القادمة وممكن يعمل نزاع حامي جدا ما بينك وبين حبيبك أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ما تطور الأمور بحساسية وما تعتمد على الحظوظ بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يكون شوي في بعض التزامن أو ييجي أكثر من عمل مع بعض أو يكون عندك أكثر من مسؤولية خلال هذا اليوم فترتبك أو ما تقدر تنجز كل الأعمال أو ترهق من إنجاز هاي الأعمال برضو بتحمل نوع من أنواع التوتر على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بمعاملات قانونية أو أشياء إلها علاقة بالمحاكم أو أشياء إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو الديون أو الضريبة أو الأقصات بتهتم فيها بشكل كبير خلال هذا اليوم وبتحاول تنجزها يعني ممكن تساعدك الحضوظ في بعض المسائل منها يتنجزها خلال هذا اليوم ولكن عند المطالبات المالية أهم إشي أنك ما تعصب أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر بظل موجود فيه لغاية ساعات الصباح فعشان يمكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو مراسلات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم ولكن من ساعات الصباح صباح هذا اليوم بصبح الجو مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغى في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن تحمل نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة بتواجهك مسؤوليات أو عبئ أو أمور ضاغطة على المستوى المهني أهمش أنك ما ترتبك في المواقف الحساسي الجو العام بيكون صعب أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فاليوم ممكن تظهر بعض النشاطات وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر إما لزيارة أو الدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو للقاء أو للإهتمام ببعض الأصدقاء إما لمرافقتهم أو مقابلتهم أو زيارتهم أو زيارتك أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء ضاغطة وخصوصا أن الشمس الآن تقترب من الأسد فهي بتضغط عليك لأن هذا بيت متاعبك فبتسبب لك مشاكل على مستوى العمل أو تراكم عمل أو ضغط بالعمل وبرضو تقلبات على المستوى الصحي ممكن تتعرض لبعض خيبات الأمل بالفترة هاي أو تأخير ببعض المعاملات أو إلغاءها في آخر لحظة طبعا بما أن القمر بده ينتقل للبيت التاسع لا إلك فبتظل الأمور اليوم على مرحلتين المرحلة الأولى لغاية ساعات الصباح اللي هو الضغط النفسي هاي والعصبية والحدية والتوتر ومن ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية ودعملة إلك بقوة وممكن تنجز كثير من المهام أو يكون لك الاهتمامات الشخصية العالية خلال هذا اليوم وبرضو بيكون ملفت للنبه إلا الانتباه بالنسبة للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فمن ساعات الصباح بيبلش فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر على المستوى المالي أو قلق من مسألة معينة أو ممكن تحتد على مسألة مالية ممكن نقاشات حادة أو جدولة تتعطل معك اليوم أو ما تقدر تنجز بعض المعاملات أو الحسابات أو يصير معك نوع من أنواع القلق في ترتيب بعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث من ساعات الصباح الأجواء بيصير جيدة وبتدعمك بقوة وبتصير مقنعة زيادة عن اللزوم يعني عندك طاقة هائلة جدا سرعة بديهة عالية برضو حدسك بيكون قوي جدا بتحلل الأمور قبل ما يعني مجرد ما تطلع على شخص ممكن تعرف إيش اللي هو بدويا سرعة البديهة بالفترة هاي بتكون بأوجها وبرضو قدرة على الحركة والاتصالات والسيطرة والتركيز عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت على مستوى بالبيت يعني اليوم ممكن تصدر قرار إلو علاقة بالبيت إما بفك حضر أو حصار على أحد أفراد العائلة أو التراجع عن قرار سابق أو نوع من أنواع الإصلاح أو النقاش في مسألة معينة بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي اليوم بتحمل نوع من أنواع الإيجابية وخصوصا من ساعات الصباح بتقارب ما بينك وبين وجهات نظر الأحبة أو تقارب أو رفقة أو خروج بنزوة أو القدرة الفكرية عندك بتكون عالية إما للكتابة أو للتأليف أو لممارسة هواية برضو بتقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة ولكن أهم إشي ما تستاء وما تعصب إن خالفوك بالرأي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا بتظلها يعني بتصير تميل للروتيني أكثر ولكن من ساعات ما بعد الظهر ممكن تتزامن عندك بعض الأعمال أو تتراكم بعض الأعمال ما تقدر تنجزها أو تشعر بالتعب من كثر العمل حاول إنك تنتبه لصحتك وما تراكم الأعمال عندك أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا ما زال فيه نوع من أنواع ردات الفعل السلبية إما استياء أو علامات استفهام أو تعجب ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يا إما ردات الفعل يا إما أنكم مش قادرين تفهموا بعض يا إما فيه نوع من أنواع العصبية أثناء التعامل زي اللي واقفين لبعض على نكشة الشاطر اللي بده يعصب على الثاني أو بده ينفعل على الثاني أو بده يسمعه كلمة على أساس أنه يعني هيك أنه رد عليه فهاي الأمور مهي اللي بتشكل نوع من أنواع الاستفزاز بالفترة هاي من ساعات ما بعد الظهر ممكن الأجواء تخف وتصير إيجابية وتدعمك في بعض المسائل أو تعمل تقارب ما بينكو أو تنهو هاي الخلافات أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن جيد يعني بدعمك على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة لأن القمر مازال موجود فيها لغاية ساعات الصباح فبيظل فيه فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية من ساعات الصباح برضو بتصير الأمور بتشتغل على البيت التاسع أكثر فيا بصلكم خبر من بعيد يا بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد تزداد رغبتكم في التقرب أو البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتكون بشكل كبير خلال هذا اليوم وممكن تعطي قدرة للعودي للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بتسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب أحد الأشخاص معاك الفترة هاي لبعض الأشخاص اللي عايشين في بعض المناطق المسموح فيها السفر أو تنقلات البعيدة ممكن تحملك نوع من أنواع الاهتمام بمواضيع السفر أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا على مستوى بيت السمعة متظل هالأمور جيدة اليوم بتعزز بعض النقاط بتقدر تدافع عن سمعتك أو تعزز سمعتك أو تعمل نوع من أنواع التواصل الإيجابي ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي بيعملوا معك ممكن تسمع نوع من أنواع الإطراء أو قدرة على إنجاز بعض الأشياء الإيجابية اللي تساعدك سرعة بديهتك عالية وبرضو أنت عندك طاقة عالية جدا لإنجاز أعمال مهمة والتواصل مع زملائك ورؤسائك بالعمل وبرضو بالعمل المشترك أنت ناجح جدا خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأجواب تحمل نوع من أنواع التوتر يعني ممكن تستاء من تصرف أو تنتقد صديق أو تستاء من تصرفاته أو كلامه أو تفضوله أو تدخل بشؤونك فممكن هاي شوي تخلي في نوع من أنواع الحدية ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنت تقوم بزيارة أو تجيك زيارة عندك لحد البيت أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأمور المهمة خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل لغاية ساعة الصباح لإلها علاقة بالعمل أو بالصحة ولكن ما بعد ساعة الصباح ممكن تنضغط أو يكون عندك أعمال كثيرة أهم إشي تنتبه لحالك وتنتبه لصحتك ولراحتك وما في داعي للعصرية ولا للتوتر بالفترة هاي برج العقرب طبعا الضغط اللي بتحسوا فيه من لغاية ساعات الصباح هذا بيبلش يخف تدريجيا كل ما اقتربنا إحنا لساعات الصباح للظاهرة بتلاقي إنه في عندك نوع من أنواع الحيوية أو النشاط خلال هذا اليوم ممكن تنجز بعض الأمور المهمة أو الأمور اللي كانت صعبة ولكن أهم إشي إنك تحافظ على إنفعالاتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء أحسن على المستوى المالي فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات المالية أو الاهتمامات المالية أو أمور إلها علاقة بسداد دين أو قروض أو من عمل إضافي ممكن تجيك بعض الدعم ولكن فيه نوع من أنواع القلق إما على دفعات أو التزامات أو ترتيب وضع مالي أو مشتريات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتعطيك اندفاع وطاقة عالية جدا للعمل ولكن هذا على حساب صحتك ما تجازف بصحتك حتى لو كان فيه أعمال كثير مهمة وحتى لو ما كان فيه إنك تشغل حالك إنك بدك تتحرك وتنجز اليوم وتعمل هذا الإشي ممكن يضغط على أعصابك حاول أنك تركز بشكل جيد ما تنفعل أثناء النقاشات ما تتوتر ما تعصب حافظ على أعصابك برضو من الشد أو التوتر خلال الفترة هاي ممكن يكون لك اليوم تعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا النهار يعني بتتعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب طبيعة العلاقة ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن شوي فيه مسألة نقاشية هيك تدخل فيها ولكن ما تتزمت برأيك أو تتصلب برأيك علشان الأمور ما تنحسب عليك سلبي أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى أمور العاطفي تقريبا الأجواء منقدر نحكي نبتن لأنه اليوم ممتزج فهذا بسبب نوع من أنواع التقلب أو الخوف أو القلق على أحد الأحبة فممكن على الحبيب أو على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين يعني بصير عندك رغبة للتواصل أو للإطمئنان ولكن ما تخلي الخوف ينعكس على إعلاقتك بينك وبينهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تعطيك طاقة كبيرة للعمل يعني بتشحنك بطاقة عالية جدا أنك أنت بتقدر تنجز كثير من الأعمال بالفترة هاي ولكن هذا كله بنحسب على صحتك لا تتعب حالك وما ترهق حالك كثير وحاول تراقب وضعك الصحي من التقلبات لأنه بعد كل عمل كبير أو جهد ممكن هذا يتعبك أو يعني يشعرك بنوع من أنواع الإرهاق أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة خلال هذا اليوم أو روتينية بدناش نحكي جيدة كثير يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم التلاقي على حسب طبيعتكم التقابل ما بينكم وبين شركائكم وخصوصا ما بين الأزواج بتكون على حسب العلاقة اللي ما بينكم ماشي فيه أشخاص من برج العقرب عندهم تقلبات أو إصدار قرارات إما للانفصال أو لمعاقبة الشريك بالفترة هاي بفضل أنه اليوم يعني شوي أنكم تمسكوا حالكم لأنه الوضع لسه ما صار يعني بدعمكم بشكل قوي وخصوصا أنه القمر موجود مقابلك مباشرة بضعف من طاقتك في ساعات الصباح طبعا القمر بنتقل للبيت الثامن فعشان هيك بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك بتأخذ المبادرة للاتجاه المذكور يعني بدك تأمن حالك أو تخبي فلوس أو تعمل جمعية أو أشياء من هذا النوع قدم التنازلات وما تتراجع عن قطوات أو قرارات سببت إزعاج وعدوات إلك أو لغيرك أما بالنسبة للبيت التاسع فما زال عطارد بما أنه صار إيجابي اليوم فبدعمك كثير على مستوى النشاط الفكري الاستيعاب التركيز البحث في مساء العلمية حث الأبناء على الدراسة تقديم الامتحانات الرغبة في أخذ دورات أو الاطلاع على مساء العلمية بعطيك برضو قدرة على النقاشات في مساء العلمية دينية فلسفية ولكن بالمقابل تنساش أن الشمس لسه موجودة ومنتحسة فعشان هيك بتسبب بعض الإرباكات أو بعض الخلل فما تنغر بقدراتك وتتهور في الإيجابي قبل ما تتأكد منها أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة فهي بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال والاهتمام ببعض المسائل اللي إلهي علاقة بزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز عمل مشترك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى بيت الصداقة فممكن تنشط ببعض المسائل أو التقارب ما بينك وبين أشخاص بيعزوا عليك بالفترة وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو زيارة أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف الأجواء شوي يعني روتينية يعني اهتمامك بعملك وبصحتك على الطريق الطبيعة اللي إنتوا فيها وعلى حسب القدرة اللي إنتوا بتعملوا فيها خلال هذا اليوم فأهمش إنك تراقب صحتك لأنه شوي ممكن يصير في بعض التقلبات خلال هذا النهر برج القوس طبعا بما أنه القمر موجود في البيت السادس وبدينتقل على البيت السابع لألكو يعني بد يصير مقابلكم مباشرة فهذا بيخلي أنه بخلال النهار عندك نوع من أنواع التقلب على مستوى المزاج شوي بتحس حالك نشيط شوي بتحس حالك مرح شوي بدك تندمج مع المجتمع شوي بدك تبعد عن المجتمع شوي بدك تضل في حالك شوي بتعصب يعني بتقلب المزاج عندك لأكثر من مرحلة خلال هذا اليوم لأنه القمر مقابلك تماما فعشان هيك هذا بضغطك على المستوى الشخصي والفكري والنفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تظهر بعض المسائل المالية المربكة خلال هذا النهار أو تهتم بإنجاز بعض المعاملات أو الإجراءات المالية ممكن تهتم بحسابات أو أمور بنوك أو ضريبة أو تهتم ببعض الأشياء اللي اتحسن من وضعك المالي أو تجد حلول لبعض الضغطات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة وقدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال هذا اليوم أهم إيش أنك أنت تحكم عصبيتك من الإنفعالات ومن التعصيب وما تتسرع في الإجابة وبرضو انتبه أثناء حركتك وتنقلاتك خوفا من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا صارت تزرع عندك نوع من أنواع الخوف وخصوصا اليوم على مسألة إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أو موضوع بكون موترك ومخوفك ومقلقك إنه يتفاقم أو يكبر أو على تطور لإشي صار في الأيام الماضي ما بينك وبين أحد أفراد العائلة هذا الإشي كل ياته لو تركز شوي بتلاقيه إنه بنشي روتيني بدون ما أنت تتعب حالك أو ترهق حالك بالفترة هاي وممكن تصير الأمور إيجابية لو أنت بس هديت من انفعالاتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زالت تحمل نوع من أنواع التوتر والقلق على المستوى العاطفي ما شي ممكن تندفع أو تتهور في بعض المسائل العاطفية ولكن بيحمل قلق بيحمل نوع من أنواع التوتر بيحمل أفكار شوي ممكن تكون صعبة إلها علاقة بالحبيب أو إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو اليوم جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تظهر بعض المسائل طبعا لأنه القمر موجود في البيت السادس لساعات الصباح ممكن يتراكم العمل ولكن أنتم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه إذا ركزت ونظموا جدوى الغذاء ومخذوا قسط كافي من الراحة من ساعات الصباح بصير القمر في البيت السابع فعشان هيك بتصير الفترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذر من الإنفعالات بصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بيغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة أهم إش أنك تكون صبور وما تتذمر الفترة خالية من الحظ بالفترة هاي يعني ما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا ما زال الأمر يعني الشمس بتوترك على مستوى الأموال المشتركة والمعاملات والأوراق القانونية الأشياء هاي وحتى على الحسابات والديون وبصير عندك قلق وإيجاد حلول لبعض الالتزامات بالفترة هاي صحيح أنه عطارد رجع للحركة الإيجابية بدعمك بعطيك قدرة على الاستنتاج أو على التواصل أو على حل بعض المسائل أو بعطيك قدرة على إيجاد طرق لحل هاي الضغوطات حاول تستغل قدرة عطارد أو الدعم اللي بعطيك هي من هاي الذبذبات الإيجابية عشان أنت تتخلص من هاي الأزمات أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء اليوم فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقارب ما بينك وبين أشخاص خارج البلاد ممكن تكثر عندك الاتصالات أو الحوارات أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق في أمور التدريس أو العلم أو الجامعات أو الأوراق القانونية أو المعاملات يعني بتنشط فيها بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن تنجز منها كثير أشياء أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على المستوى الشخصي وبرضو على مستوى السمعة فممكن تعزز سمعتك اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأحد الزملاء بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن تحتاج لشخص يعني تلجأ له لمساعدتك في مسألة معينة والأجواء بتكون إيجابية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني تعاملك مع أصدقائك بيكون بشكل روتيني بدون لا إيجابي الاتصالات أو الحوارات مع بعض الأصدقاء بشكل روتيني يعني زي ما بتتعامل أنت مع أصدقائك بشكل عادي ولكن الأهم أنك أنت يعني تحاول ما تفرض حالك أو تتدخل في شؤون غيرك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تشعر بطاقة كبيرة بتساعدك حتى تجاوز بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالوضع الصحي صحيح أنه أورانوس بحدث مفاجآت على المستوى الصحي ولكن برضو أنت بدك تنتبه أنه ما ترهق حالك كثير إذا ظهر مسألة صحية حاول أنك تراجع طبيبك برج الجدي طبعا بالنسبة للبيتر أول الأمور بتظلها إيجابية وتدعميتك خلال هذا النهار يعني بتعطيك ثقة بالنفس بتشحنك بطاقة إيجابية لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بصير عندك نوع من أنواع التقلب أو التراخي فبكون الإقدام على المستوى الشخصي أقل من الأيام اللي قبلها فعشان هيك ممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع التوترات عندك أو العصبية أو الحدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم بتصير إيجابية ممكن تعزز بعض النقاط بقوة خلال هذا اليوم وممكن تهتم بحل بعض المسائل المالية وممكن تنشط لإيجاد حلول أو تسوية أو تفاهم على مسألة إلها علاقة بمستردات مالية أو هبات أو مساعدات أو دعم أهم شيئك يتقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات لغاية ساعات الصباح ولكن بصير فيه نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو عدم التركيز أثناء نقاشاتك وأثناء تنقلاتك بدك تنتبه لهاي الأمور إذا عندك امتحان أو مقابلة بدك تتركز بشكل جيد وما فيه داعي للتسرع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة وبتدعمك تعمل نوع من أنواع التقارب اليوم بشكل أحسن صحيح أنه فيه ضغط صحيح أنه كان فيه مشاكل أو فيه ظهرة بعض الخلافات على مستوى البيت أربكتك في بعض الأوقات إلا أنه اليوم شوي ممكن تتحسن الأجواء بشكل إيجابي وتجد بعض الحلول اللي تساعدك بشكل قوي أما من ساعات الصباح أو لساعات الصباح بالنسبة للبيت الخامس بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لغاية ساعات الصباح الأجواء إيجابية وممكن تستمر معكم حتى لبعد ساعات الصباح ولكن بتكديروا بالكم أنه في لحظات ممكن تتوتر أو تنفعل أو تستاء من تجاهل أو من تصرف الحبيب وخصوصا الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين من ساعات الصباح القمر بصير في البيت السادس فعشان هيك بصير عندكم رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاء وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأن الفترة تحمل نوع من أنواع القلق إما على الوضع الصحي أو على الوضع المهني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية بطريقة التعامل مع الشركاء ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل ممكن تتعزز من عطارد طبعا الشمس تعطيك سلبية على بيت الشراكة ولكن أنه عطارد ممكن اليوم يعطيك قدرة على قلب المعادلات إنها تصير الأجواء إيجابية ولصالحك ويعطيك بعض الحلول أو المخارج لا أنك أنت تطلع من بعض الأزمات اللي بتتعلق فيك وفي شركاء المال أو العاطفة وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء اليوم بتخليك تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالمعاملات أو الأوراق أو أشياء قانونية أو معاملات بنكية أو أشياء مالية ممكن تتعزز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية تحصل بعض الدعم أو تجد بعض الحلول لحل مسائل مالية معقدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بتكون إيجابية لغاية ساعات الصباح بتدعمك بالاتصالات البعيدة والحوارات وأمور تعليمية والجامعات وأوراق قانونية والاهتمام ببعض المسائل اللي رح تكون لصالحك في كثير من الأوقات ولكن من ساعات الصباح بدك تنتبه لبعض التقلبات أو بعض الحدية وما تتسرع وراقب تنقلاتك وتحركاتك واتصالاتك إنه ممكن تنفعل في لحظات بدك تمسك حالك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة هو جيد وبيدعمك بقوة فبيساعدك بإنجاز بعض الأشياء خلال هذا اليوم ممكن الأعمال المشتركة أكثر إشي ممكن ينجح خلال هذا النهار يعني أي شي بتتشارك فيه أنت وناس لإنجازه أو أشخاص أو زملاء بالعمل أو رؤسائك بيكون نتائجه مذهله ممكن تتعاون مع بعض الأشخاص لا واسطة مثلا أو دعمك في مسألة معينة أو يعني يساعدوك بحوار معين أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى أغمور إلها علاقة بالأصدقاء ممكن تنشط ببعض اللقاءات أو الحوارات اليوم أو يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ممكن اتعزز علاقاتك بشكل قوي أو تتواصل مع أصدقائك يعني بطريقة جيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت الأجواء بتشكل نوع من أنواع الضغط عليك فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع إما تراكم بعض الأعمال أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال ولكن بالمقابل بضغطك على الوضع الصحي بيحدث بعض المشاكل أو الأشياء المفاجئة على المستوى الصحي بدك تهتم براحتك وبغذائك إن شعرت بشيء غير اعتيادي مش تقول أنا ما بدي أخذ أدوية ما بحب الأدوية زي بطبيعتك لا بدك تأخذ علاج مناسب للإشي اللي أنت بتعاني منه برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا يعني بتكون ضاغطة لغاية ساعات الصباح بتشعر ببعض التوترات أو التقلبات أو الحيرة من أمرك في بعض المسائل ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية بتدعمك بقوة وبتعزز بعض النقاط وبصير عندك نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم وعندك تصميم على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تظهر بعض المسائل المالية وخصوصا في ساعات الصباح اللي بتكون مفاجئة إما التزامات أو دفعات أو مصاريف أو اهتمامات مالية أو جدولة حسابات أو يعني أشياء طارئة ممكن تظهر على الوضع المالي أهم مش أنك تحاول أنك تقلل من مصاريفك وما تندفع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تعطيك جراءة عالية جدا بالتنقلات وقدرة على المغامرة والمراهنة في هذا اليوم ولكن الأهم بشكل قوي لأن الأجواء لسه ما بتساعدك بقوة ممكن اليوم تنشط بإتصالاتك وحواراتك ويكون عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وسرعة بديها عالية ممكن أنها تنجيك من بعض المواقف أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فبظل بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية مع ساعات الصباح القمر بنتقل للبيت الخامس ببرج حليف لإلكم فعشان هيك بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا فبتجد حليف بدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولة خلال هذا النهار لإنجاز بعض الأمور بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للتنقلات أو للمشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية يحمل لك نوع من أنواع القلق حول أحد الأحبة لواحد من الأبناء أو من الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تظلها شوي اليوم يعني عطارد لأنه بتحول لإيجابي بيجد لك بعض الحلول أو بيساعدك لإيجاد بعض الحلول اللي بتتعلق في وضع العمل فممكن تنجز بعض الأمور أو تجد مخرج لبعض الضغوطات على مستوى العمل أو مساعدات أو دعم أو تجد يعني دراسة جديدة أو مشروع جديد ولكن الأهم أنك تحافظ على التقلبات اللي بتيجي على مستوى الصحة أو تراكم الأعمال اللي ممكن شوي يعني تخليك تتعب صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتصير إيجابية على مستوى الشراكة وتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ممكن أنك تعمل نوع من الأشياء الإيجابية اللي تدعم من علاقتك بالشريك يعني تقارب بوجهات النظر مثلا أو حل لبعض المسائل خلال هذا اليوم بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نحكي إنها إيجابية فممكن تنشط في حل بعض المعاملات القانونية أو البنكية أو المالية ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أوراق مراجعة حسابات إيجاد حلول لقروض أو الاهتمام بإشي العلاقة بالجمعية أما بالنسبة للبيت التاسع إلا أجواء بتصير من ساعات الصباح إيجابية بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تساعدك بعض الحلول لأوراق قانونية أو معاملات وفي منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة إما ببحث أو دراسي أو امتحان أو يعني أشياء إلها علاقة بالنقاشات الفلسفية والدينية أو الأمور اللي إلها علاقة بشغلة دورة مثلا إنك بدك تخذ دورة في لغة أو تتعلم شيء جديد بتدعمك برضو بالمسألة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة فهاي بتساعدك إما على عمل جديد أو فرصة لعمل جديد أو مقابلة أو إنجاز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص زملاء بالعمل أو رؤسائك بالعمل اللي ممكن من خلالها تسمع نوع من أنواع الإطراء أو الإيجابية اللي تدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة شيئا ما على مستوى الأصدقاء فممكن تنشط اليوم ببعض اللقاءات أو الاهتمامات اللي إلها علاقة بوضع مثلا دعوة حفلة مناسبة زيارة يعني بتصير الاهتمامات قوية عندك وبتساعدك في بعض المجالات أو بعض المسائل اللي بتكون إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بساعدك على إنجاز بعض الأعمال ولكن بالمقابل دك تراقب التقلبات اللي بتصير على المستوى الصحي ممكن إنك تجهد حالك زيادة إذا شعرت بأي شيء غير اعتياد يراجع طبيبك يعني الأوضاع الصحية ما بتتحمل إرهاق كثير راقب غذائك وراحتك بشكل جيد وممكن تحملك نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم شوي بدك تركز معي في التوقعات لأنه أولها يعني أنه الأمور بتظل جيدة معك لغاية ساعات الصباح على المستوى النفسي والشخصي ولكن بعد ساعات الصباح بتشعر بنوع من أنواع التقلب أو الحدية أو أنك أنت بتحاول أنك أنت تلتزم البيت وما تطلع من البيت أو أنه بتلغي كثير من الأشياء المطلوبة منك خلال هذا اليوم لأنه شوي رح تشعر ببعض التقلبات على المستوى النفسي مش الكل رح يحس بهذا الأمور ولكن الأغلب من موليد برج الحوت رح يشعروا في نوع من أنواع التقلبات والإنزعاج من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء يعني برضو ممكن أنها تفتح بعض المجالات اللي إلها علاقة بالأمور المالية من ساعات الصباح فممكن تهتم ببعض المسائل تدعمك أو تغامر في مسألة إلها علاقة بالمال أهميش أنك ما تتجار الزيادة عن اللزوم ادرس مشروعك أو الفكرة قبل ما تقدم عليها راجعها أكثر من مرة عشان ما تخسر فلوسك الفترة هاي بتهدد أمور إلها علاقة بالخسارات المالية أو فشل في بعض الأشياء المالية بدها هاي شوي التركيز لأنه ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح فبتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار من ساعات الصباح بنتقل القمر بصير في البيت الرابع له بيت البيت فعشان هيك بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة اللي ممكن أنك تحتاجها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا التقلبات اللي كنت أو الضغط الكبير اللي حسيت فيه على المستوى العاطفي ومشاكل مع الأبناء أو مع الأحبة أو مع أحد الوالدين أو الخلافات أو ردات الفعل السلبية كلها هاي مع ساعات الصباح بتبلش شوي تروح باتجاه إيجابي لإلك خصوصا من عطارد الشمس صحيح لسه ضغطة ولكن عطارد بعزز قدرة على إيجاد الحلول أو المخارج أو التراجع أو سرعة البديهة للتعامل معاهم لحل مشكلة أو خلاف سابق أو لإقناع أحدهم بوجهة نظرك أما بالنسبة إلى البيت السادس فالأجواء على مستوى العمل اليوم ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الوضع الصحي ولكن إجمالا الوضع مش مقلق يعني بتقدر تنجز الأعمال هاي وتقدر تهتم بصحتك ما ترهق حالك كثير وما تراكم الأعمال عندك علشان ما يصير في نوع من أنواع التوتر أو التعب النفسي غير الجسدي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الروتينية على مستوى طريق التعاملكم مع الشركاء ولا سلبي ولكن في ساعات العصر ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاش أو الحدية بالطبع على مسألة معينة تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو ردات الفعل السلبية اللي ممكن يصير من خلالها مشاكل حاولوا تتجنبوها أما بالنسبة للبيت الثامن فبتنشطوا في بعض المسائل المالية المشتركة ممكن تعززوا شركاتكم خلال هذا اليوم أو تهتموا بمسائل إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أو أشياء إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو جدول الديون معينة أو ترتيب وضعكم الحسابي بشكل بناسبكم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور بتظل فيها نوع من أنواع الضغط وتحتد مع ساعات الصباح أكثر فممكن يصل لك خبر من خارج البلاد يكون صعب ممكن قدرتك على الاستيعاب تكون قليلة ما تقدر تحفظ ما تقدر تركز بالدراسة أو بدراستك أو ببحث لمسألة معينة ممكن يتشتت فكرك ممكن تداخل المعلومات مع بعض حاول أنك برضو أثناء نقاشاتك وحواراتك وخصوصا الدينية والفلسفية أنك ما تتزمت برأيك يعني خلي الإشي منطقي إذا عندك مقابلة أو مناقشة أو امتحان بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فعندك قدرة عالية جدا اليوم على تعزيز سمعتك أو الدفاع عن سمعتك أو تطوير إشي إلو علاقة بالسمعة عمل مثلا بعزز سمعتك ممكن تسمع إطراء أو ثناء على عملك أو مديح بإنجاز بعض الأمور أو قدرة على إنجاز بعض الأعمال المشتركة بمساعدة زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التوتر يعني لا تحاول تفرض سلطتك ولا تخلي أحد الأشخاص أو الأصدقاء يفرض سلطته عليك حاول تخليك حر نفسك وبرضه ما تخلي حق يحشر حاله في حياتك أو يتدخل بشؤون حياتك أو يحاول إنه ينصحك على إنه خايف على مشاعرك وخايف على حياتك وهو بالأساس هو بديه يستكشف أمور أو بديه يستدرجك لتحكي بعض الأشياء الخاصة فيك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتتساعدك وبتدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضه الرقابة والأمور الصحية وممكن يطمئن بالك لوضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة خلال هذا النهار هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء